بحث القائم بالأعمال بالأصالة المندوب الدائم لبلادنا لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي عبدالسلام معلوي العواضي مع الممثل والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة سامي ديماسي استهداف الميليشيات الحوثية الإرهابية للملاحة الدولية في البحر الأحمر وتهديد البيئة وتطرق اللقاء إلى الدور الذي تقوم به الحكومة فيما يخص السفينة روبي مار التي استهدفتها الميليشيات الحوثية في الثامن عشر من فبراير الفين واربع وعشرين وغرقت قبالة سواحل المخى أكد المسؤول الأممي خطورة استهداف السفن على البيئة مشيرا إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقوم بالتعاون مع الحكومة اليمنية على مراقبة وضع السفينة اتخاذ كل الإجراءات لمحاولة منع التسرب الذي سيؤثر على البيئة البحرية